اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة الحرصة على استمرار تنفيذ خطة عمل البلديات لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في مختلف مناطق المملكة في أسرع وقت ممكن حفاظا على السلامة العامة واشار سعادة الوزير إلى أن فرق طوارئ الأمطار في البلديات الأربع كانت على رأس العمل قبل هطول الأمطار جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها وزير شؤون البلديات والزراعة لعدد من المناطق للاطلاع عن كثب على سير أعمال فرق الطوارئ وقال الوزير أن فرق طوارئ الأمطار توزعت على المحافظات الأربع حسب الخطة الموضوعة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في الطرق الداخلية وفي القرى والأحياء السكنية ومن أمام المستشفيات والمدارس والمراكز الخدمية